سيادة المحافظة السابق وعملت معي عن كذا حديثه وفتح جميع المجالات للريل عايز يشتغل وقال احنا توجهات سيادة الرئيس طبعا في الفترة المقبلة اللي هي اللي جاء اي دي ان هو عايز يعني اي منتج مصر او اي حده يصنع انت ما تشتغل باسم مصر فلازم تكون المنتج بتاعك انت قرير مواطن هتاخد المنتج بتاعنا مش هجبرك علي انا عايزك انت اللي تطلب المنتج من شركة الرحاب او من اي شرك انت عايز تطلب لان احنا لازم ندعم الصناعة المصرية وهي اعتمد عليك لان كده تعتبر السفير برضو للمصر لما تصدر برا اكيد طبعا انا طبعا ده شرف لنا ان احنا ما نشتغل باسم مصر برا وفي نفس الوقت احنا عارفين ان فيه رقابة على السوق الخريدي برا فلازم ان احنا تكون اي حد مطابق للموتفر اه طبعا عشان هو برا انت اي حاجة متسين لمصر لو هي حاجة وحش فلازم اي حد يشتغل برا يكون على اعلى فينش عنده عايزين بقى الحاجة الرابعي زي يفرجنا على المصنع شوية اه صح يعني ندخل معك المصنع وتقول لنا بتعمله ايه بقى بالنسبة للمصنع احنا في دخلة اه في دخلة الموسم من اجتماع بعض رئيس مجلس الابدارة اه البضاعة اللي احنا عايزينها بدأنا من السفر ولكن الحمد لله الله ملك الحمد ولكن الشكر بقين امن انتج دلوقت في البصل 1400 طن كريستال ولا لا ده انضف من كريستال كريستال ده اللي بيجي من برا لكن احنا الحمد لله الله ملك الحمد ولكن الشكر احنا بنطلع برا احسن من الكريستال وبالنسبة لجودتنا هنا واته 100 و ما انت بتشوف المستهلك بيقولك ايه ايوه لا بو حاجة قيمة ونظيفة وشغالين صح وبقينا بننتج اشتركوا في القناة